وإن تعدوا نعمة لا يعد أحد شيئا إلا إذا كان يظن أنه يحصيه يعني إيه يعني ما قولك عديلي مثلا كم كتاب بتعد عديلي كم مش عارف إيه وبتعمل فيه علوم إحصاء بتعد أي حاجة صح والأعداد لا تتناها إنما بتبقى عارف أنك هتحصي العدد إنما هل سمعت أن أحدا يعد الرمال لأنه مش هيحصيها فما بيعدهاش يبقى أنت بتعد الحاجة اللي ممكن إيه إنما الحاجة التي لا تحصيها مش ممكن تقدم على إيه يعني ربنا بيقولك لما حد يقولك عد النعم تقول أستغفر الله تقول إيه ونزاك في آخر آية إن الله لغفور إيه رحيم إن الله لغفور إيه إنما لما يقولك يحمد على النعم تقول الحمد لله يبقى في مقام الحمد تحمد في مقام الإحصاء تستغفر تقول له أستغفر الله مش كده وهذه الآية مخاطب بيها مش مخاطب بيها الناس اللي هم الملوك اللي عندهم نعم كتير لا ده مخاطب بيها أتعس واحد موجود على ظهر الأرض زي ما هو مخاطب بيها أسعد واحد على ظهر الأرض يعني أتعس واحد بقى اللي هو مقطوع دي ورجلي وشيء ما بيشوفش اللي ما عندهوش حاجة خالص ربنا بيقول له وإنت عده ده انت عليك نعم كتير قوي مش بيخاطب بيها بقى فقية تانية بقى وإنت عده نعمة الله لا تحصوها في سورة إبراهيم إن الإنسان لظلوم كفار هناك بيقول إن الإنسان لظلوم يقابلوا بقى صفات ربنا إن الله غفور إيه هنا ما إن الله لغفور إيه رحيم الإنسان ظلوم كفار وأنا غفور إيه رحيم ترجمة نانسي قنقر